أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحيب أسيوت والوادي الجديد مبادرة كلنا معاك وهي الأولى من نوعها على مستوى شركات مياه الجمهورية لاستقبال شكاوى العملاء من ذوي الهمم غير القادرين على إجراء مكالمة صوتية للتواصل مع الخط الساخن 1-2-5 الخاص باستقبال الشكاوى من المواطنين وذلك من أجل التواصل مع العاملين بالشركة للتعبير عن احتياجاتهم للمرة الأولى على مستوى الجمهورية أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحيب أسيوت والوادي الجديد مبادرة كلنا معاك للتواصل مع العملاء من ذوي الهمم بلغة الإشارة المبادرة تهدف الاستقبال شكاوى العملاء من ذوي الهمم غير القادرين على إجراء مكالمة صوتية عبر تقنية الفيديو ليتمكنوا من شرح شكواهم بلغة الإشارة نتكلم على مبادرة كلنا معاك المبادرة دي يعني إحنا كشركة أسيوت تعتبر أول شركة على مستوى الجمهورية طبقت هذا الكلام وده في إطار اهتمام معالي الرئيس بالصم والبك المبادرة جاءت انطلاقا من اهتمام الدولة بالذوي الهمم وتقديم كافة الخدمات لهم بصورة أفضل وتعمل الشركة على تقديم أوجه الرعاية والدعم اللازمين مما يمكنهم من التواصل مع العاملين بها والتعبير عن احتياجاتهم مبادرة كلنا معاك كانت بتهتم بزوي الهمم وده توجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية توجهات الدولة الأخيرة ان احنا نهتم بجميع الفئات في الدولة خصوصا أخواتنا من زوي الهمم اهتمام كبير توليه الدولة لأصحاب الهمم بعد سنوات وعقود طويلة ماضية عانى فيها ذو الاحتياجات الخاصة من الإقصاء والتهميش والحرمان من أبسط الحقوق وخلالها واجهتهم العديد من الأزمات سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو حتى الحياة الاجتماعية ومع تولي الرئيس السيسي رئاسة البلاد كان ذو الاحتياجات الخاصة على موعد مع مرحلة فارقة في التاريخ حيث حرصت الدولة على تحقيق التمكين الشامل لهم في الجمهورية الجديدة